حتى إشعار آخر المحروقات بكافة أنواعها محرمة على غزة بأمر من الاحتلال فقط المواد الغذائية والدوائية يسمح لها بالدخول وكل ما يخطر في البال ممنوع حصار المحاصر سياسة جديدة تنتهجها إسرائيل مما يفتح الباب على مصراعيه لتدهور الأوضاع ما فيش أنه مخزون الآن كل واقف كل محطات الغاز واقفة في قطاع غزة وهذه يعني مهزلة وهذه يتحمل كل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للإنسان الفلسطيني خنق غزة معرض تستعرض فيه اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جزءا من البضائع الممنوعة فصل جديد يضاف إلى سجل معاناة أبناء غزة على مدار 12 عاما حتى باتت إنسانيا واقتصاديا على شفير الانهيار 80% من سكان غزة يعيشوا تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي والآن خطة الخنق الإسرائيلية اللي بيطبقها على المعابر بيمنع ألف سلعة من الوصول إلى غزة ويحتاج إلى 3000 شاحنة معدلات البطالة 50% الآن بين الشباب وصلت إلى 60% وهذه أرقام مرشحة للزيادة كل يوم لأنه كل يوم في مصانع بتغلق حوالي 80% من مصانع غزة مغلق بشكل كلي أو جزئي وكل يوم بيزيد هذا العدد عقوبات الاحتلال شملت أيضا منع التصدير والاستيراد وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال للضغط على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وإلى أن تتوقف سيبقى أهل غزة يكتبون بنار الحصار تمنح وتمنع إسرائيل وقتما وكيفما تشاء عقوبات جماعية تفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار رفع الحصار لانا شهين غزة آل ميادين